أهلية تونسية الأستاذ لطفي بن جدون مع الوزير في عهد الحكومة السابقة وفي هذا البرنامج سألت رئيس الحكومة حماد جبالي ثم سألت علي العريض وسألت أيضا رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر عن مشكلة الجهاديين والمسلحين في تونس وكل منهم قال هذه مبالغة أعلامية بينما التونسيون والأجانب كانوا يحذرون أن هناك مشكلة كبيرة في تونس يعني ثم انخرم الوضع وسيطرت مجموعات جهادية إجرامية على أحياء من العاصمة وأنا تونسي وزرت هذه الأماكن كيف يعني ماذا حدث حتى تنحل يتم انحلال الوضع الأمنية الأجهزة الأمنية حتى توصلت البلاد إلى تلك المرحلة شوف هو كل ثورة يتعقبها ارتخاء يد السلطة استغلال ذلك الضعف ودخول التكفيريين أو من يحملون الفكر التكفيري إلى تونس لجوء بعضهم إلى الجبال احتلالهم لبعض المساجد وبعض الأحياء الشعبية استغلالهم لمناخ الحريات ومناخ الديمقراطية من ذلك معنى أن الأنترنت مفتوحة على مسرعيها لهذا الفكر التكفيري كل ذلك سهم في نشوء تلك الظاهرة وهي معطيات تقليمية نحن لسنا بمعزن على الجوار عن ما يحدث في العالم الفكر التكفيري وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي أراد أن يجد موطأ قدم في تونس وفعلا وجدوا استغلوا منها الثورة وارتخاء يد السلطة واحتلوا بعض المساحات لكن شيئاً فشيئاً تعافى الأمن في بداية 2013 وآخر 2012 لم نكن نعرف العدو الذي نقاتله الآن عرفناهم لكن أليس مرد ذاك الانحلال والوضع الأمني الخطير الذي وصله تونس مرده إلى تحكم الإسلاميين يعني جماعة النهضة في مفاصل أجهزة الأمن وجهاز مكافحة الإرهاب هو شحن الأسلحة وأول عملية تمت قبل منها الانتخابات وبالتالي منها الثورة ومناخ الثورة وضرب الأمنيين في حد ذاتهم وابتعاد الأمنيين عن حراسة الحدود انشغالهم بطرقات المغلقة والولايات التي فيها احتجاجات أمنية والمصانع التي فيها احتجاجات اجتماعية هذا جعل الحدود تفتح وفي الحقيقة لا نستطيع أن نحمل أي من الحكومات المتعاقبة وهي خمس حكومات مسؤولية هذا الانحلال الانحلال هذا الطبيعي بحكم حدوث ثورة وسقوط نظام كامل وارتخايد السلطة وفتح الحدود هذا معناها لا نستطيع أن نحمل جهة أو حكومة معينة سبب هذا التواجد التكفيريين يعني أنت تعتقد بأن التسيب الأمني الذي شهدت في تونس لم يكن متعمدا سياسيا؟ مطلقا يعني ثم عام كامل قبل الانتخابات ثم عام كامل قبل الانتخابات والعام هذات دخلت فيه معناها دخلت تونس شحنات كبيرة من الأسحة التي اكتشفناها فيما بعد العام هذات وقعت معناها حداث الروحية وحداث معناها شعامبي وحداث شعامبي معناها قتل أو الشهيد للإرهاب أنيس جلاسي حداث بير علي بن خليفة هذا في العام الأول قبل الانتخابات قبل 23 كتوبر ثم المظاهر والمساجد معناها ظاهرة السلفية التكفيرية ظهرت في المساجد في خلال تلك السنة وثم العفو التشريعي الذي وقع زاد قبل الانتخابات ساهم في ذلك بدرجة كبيرة يعني العفو التشريعي معناها أطلق سراح مئات من التكفيريين من حامل الفكر التكفيري من الرجعين من أفغانستان ومالي وغيرها فوجدوا مناخا معناها من الديمقراطية خول لهم معناها التمركز في المساجد وفي الأحياء وفي العديد من مناطق معناها العفو كان سابق للانتخابات عفو التشريعي وهو ثم نسبة عائدين معناها مكثر معناها زعماء أنصار الشريعة ومكثر زعماء التكفيريين هم من الذين بما فيهم أبي عياط هم من الذين حصلوا على عفو التشريعي ترجمة نانسي قنقر